قام نائب وزير الصحة والسكان عمري أنديل بجولة تفاقدية على عدة مراكز صحية في محافظة أسيوت حيث اطلع على سار العمل وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية وأشهد نائب وزير الصحة بأداء فني المعامل وحف على استخدام تكنولوجيا حديثة لفحص الهومجلوبين وتأكد من توفر الأدوية مع التأكيد على أهمية تعويات المجتمع بالخدمات الصحية في الفترات المسائية عبر المساجد والكنائس ترجمة نانسي قنقر